سابقا نشينا قاعدة البيانات ومن قاعدة البيانات انشأنا المودل الآن نطلق إلى انشاء الكونترولر الكونترولر طبعا نسلد لقاعدة يعني نسلدنا الملف الخاص في قاعدة البيانات اللي كان موجود داخل المودل ونسلد للملف هذا اللي هو خاص في الخصاص الخصاص كمودل ولكن قبل أن ننشئ على الكنترولر نحتاج نعمل بولد بالنسبة إلى البروجيك لكي من على البروجيك وأعمل لها بولد الآن بعد ما عملت لها بولد تتجاه ونضيف الكنترولر تمام اتجاه على الكنترولر كي من وذلك أد كنترولر وأختار من عندها mvccontroller with the view يعني مع الview بشكل تلقائي راح يولدها له using entity framework أقل له اوكي هنا راح أحدد له الموديل class هذا هو الخاص في البوكس اللي يحتوي على الخصاص والdata contest class هذا هو أيضا أنشئه بشكل تلقائي داخل الموديل وبعد ذلك أعطي الاسم الخاص فيه ومثلا أعطيه layout page إذا كنت أستخدم layout page كريزر يعني بشكل افتراضي بعد ذلك add والآن راح يعمل لك سكو فولدينك راح ينشئ لك الكنترولر مع كل الوظائف وراح ينشئ لك view احتمادا على الوظائف يعني بشكل تلقائي أنت مرح مرح تعمل أي شيء لآن لاحظ أكمل إنشاء الكنترولر وهذه الكنترولر طبعا في البداية راح تحتوي لك على راح تحتوي لك على متغير هذا المتغير يكون مستنسخ من dbbox entities هذا هو هذا هي مثلا قاعدة البيانات يعني التعامل معه هو هذا انت ما تروح تتعامل مع قاعدة البيانات اللي محفوظة داخل السابرانز تتعامل مع هذا اللي هو مستنسخ من dbbox entities وبالتالي هنا مثلا نعمل get بالنسبة للبوكس فهذه action result راح تنتج لنا الاندكس اللي هو يعمل return لل db لاحظ هذه dbbox.toList أي بمعنى tbbox يعني الجدول الخاص في هذه قاعدة البيانات الجدول اسم الجدول واعرض لها على شكل list تمام رجع للي view الخاص فيها فمثلا هنا يجيلك هنا get tbbox details هذا الخاص في details طبعا شوف الآن في details تحتاج إلى تعمل get بالنسبة إلى tbbox details يعني تحتاج إلى id فأنت لما تعمل details أنت تحتاج إلى id معين وهذا شيء متعارف عليه فهذه الaction result اللي هي details ستقبل لنا ال int بالنسبة إلى id وطبعا هو if can null يعني if can if null فرح يقول لك return new http state code result ورح يمرر لك ال bad request الخاص به وبالتالي هنا رح يستنسخ لك هي يعني يستنسخ لك من tbbox يعني tb.tbbox يعني رح يبحث عن id اللي انت نقرت على موت تعرض details هاي العملية رح تطبق على الكل يعني وبالتالي رح يرجع لك l-view هنا رح يقل لك get tb to create هنا رح يعمل create يعني هذه المسألة الخاصة فيها نفس الشيء رح يعمل لك post post بالنسبة يعني http post وهذه validation الخاصة فيها وايضا هنا بالنسبة لل edit ايضا رح يعمل لك get وهنا رح يعمل لك post تمام هنا تلاحظ get to edit مثلا على id 5 وهنا post بالنسبة لل edit على اساس ال id يكون 5 بمعنى انه انتهى في الاساس لما تريد تعدل في انتاج تعدل تعدل على اساس id معين اساس على اساس سطر معين داخل الجدول وبالتالي فانت تحتاج الى get بمعنى انه تجلب ال id تبحث عن ال id لمن يقرأ عليه يعني يكون محددة هو وبعد ذلك تبدي انه تاخذ هذا ال id وتعمل عليه edit ضمن الواجهة الخاصة في edit وهذا طبعا يتطبق على get get على delete ايضا نفس الشيء delete و request هذا المختصرة يعني في الكود يعني تقدر تتمع عن في الكود اللي موجود هنا في حال كنت تريد تغير عليه مستقبلا او الى هذه ال عمور